أنواع المذيبات يتكون المحلول من مادة مذيبة أو Solvent وهو المادة التي توجد بوفرة في المحلول ومادة مذابة أو Solute وهو المادة التي توجد بنسبة أقل في المحلول وهي ذات دقائق صغيرة للغاية وتذوب بشكل كامل داخل المذيب يمكن تصنيف المذيبات إلى مذيبات قطبية ومذيبات غير قطبية فالمذيبات القطبية هي تلك المذيبات التي تذوب فيها الجزيئات القطبية مثل ذوبان ملح كلوريد السوديوم في الماء والجزيئات القطبية هي التي تنشأ من الرابطة التساهمية والتي تعبر عن المساهمة غير المتكافئة للإلكترونات بين الذرات وذلك نتيجة لاختلاف السالبية الكهربائية بينها أما المذيبات غير القطبية فهي تلك المذيبات التي تذوب فيها الجزيئات غير القطبية مثل ذوبان الكحل في البنزين والجزيئات غير القطبية تنشأ من الرابطة التساهمية وتلك الجزيئات تعبر عن المساهمة المتكافئة للإلكترونات بين الذرات وذلك لتساوي الذرات في السالبية الكهربائية الماء كمذيب القطبي في جزيئ الماء تقوم ذرة الأكسوجين بجذب إلكترونات الرابطة التساهمية وذلك لأن السالبية الكهربائية للإكسوجين أعلى من السالبية الكهربائية للهيدروجين وعندما يذهب مركب قطبي في الماء تقوم ذرة الأكسوجين سالبة الشحنة بجذب الذرة الموجبة الشحنة في المذاب وتتكون بذلك الرابطة الهيدروجينية بين الماء وبين الذرات الذائبة فيه ترجمة نانسي قنقر